السلام عليكم كيف عملي لبسه لكم كنتمنى تكونوا بي خير و على خير كنتمنى لكم صحة والسلامة ان شاء الله يا ربي وهذا الفيديو يلقاكم بي خير و على خير ان شاء الله المهم اليوم كيكا تشوفوا معي هنا يا غنوجد معكم واحد الوصفة قديمة كيقولوا له الفول المنقوب كيكا تحرفوا الفول غني بروتين نباتي يعني غني و زوين اوكلها شعبية كوشي صراحة كي يحمق على هذه الاوكلة هادي المهم انتم ما كتشوفونا يرى عندي الفول راهيه بس لكنا نكبع له الماء هادي الفول هادا دروريك يخصكم مترقدوه اه 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 ترقدوه اه ترققا في المهم يومين يومين يترقد انهار الاول ليلا ونهار وكتبت لوله الماء واتفظته، واوعود الليله ونهار وكتبته له الماء كيف يفزق و لا تبقى حتى يحب قاصحة حيث إذا فزقته غير نهار واحد مثلا غير ليلة ما يفزقش مزيان و لا يجب أن يفزق لكم مزيان يجب أن يفزق يومين يبقى في الماء و كتبت له كما قلت لكم الماء سوف نكبع الماء و نجعله يومين حتى يرتب مزيان و سوف نرجع معكم إن شاء الله سوف نكملوا على الطريقة إن شاء الله رجعت لكم من بعد ما رطب لفول يرتب مزيان كما قلت لكم كما ترقدوه يومين المهمة أنا رحيت له هذا الضفر هذا اللي يكون عنده هنا رحيته له ضروري تحيده لي باش كدخل له المرقة و يطيب مزيان نحن نحوه بشكل ما مزيان و يجب أن يكون مزيان سوف نحوه نحوه له سوف نحوه نحوه حيث سوف نحوه سوف نحوه لذلك يقدم السبب الدرس ويقوم بتريد هذه الأكل هذا المنغوب من فل المنغوب يطور المنغوب ينقبه من هنا يسبب فل المنغوب هاد مجوة لا يجب أن يقوم بسانا العطارة بالسف وليك يبقى عنده مغير تماما كتلقاوه ما مبقاش مزيان مسوس كيكون قديم إلا إلا بغيتو مثلا تقلبوا عليه وبغيتو باش تلقاوه عطلقاوه فالرحبة فالرحبة في هدف الرحبة اللي كيبيعوا فيها الزراع وكيبيعوا فيها الحبوب الشعير والدراع عنده ما تلقاوه أما العطارة قليل اللي وليك يجيبوا حيث أصلا معليش الطالب بالسف معليش الطالب وخاه هو هاد الأكل هاد ازع مزوينا وصحية بزاف بزاف ولكن ما زافت الناس كيما قد كم القوش كي يستهلكوه صافي كي كتشوفوا معي هنايا هوا عندي مغسول ومنقهي ونايا عندو زل العطرية اللي غادي نديرولو أو الشرمولة اللي غادي نديرولو هناك كتشوفوا معي عندي الملحة وانتوما هنا عندي هذه الملحة وعندي هنايا الثومة وعندي هنايا القصبور حبوب كنديرو بزايد وعندي واحد شوية دية سكنجبير وعندي هنا يد ثومة حتى هي كنديروها بزايد ثومة كنديرو ربعات دية الفصوص وافيين شوية كيكونوا كبار ينشي شوية وعندي هنا واحد شوية دية السودانية المهم سودانية كتبقى على حسب الدوق ديال الواحد هنا ينزيد الكاموتة وكنديرو بزايد ملقة صغيرة مع مره وحسب شوية دية الخرقوب وعندي نويويرة فلفلة حمرة سيبقى على ليد وما طيشة وحجوج ديال ماطيشة تذهب وقت ماطيشة كندير فيها أنا ماطيشة ومني ما كنتكوش الوقت ماطيشة كنديروش فيه ماطيشة وغادي نزيد القصبور والمعدنس مازال نسيت محطيتوش غادي نديرو بزايد شوية تواكي كون بزايد شوية واللي بغايد دير الفلفل اسود تا هو بغايد ديرو كيديرو أنا مدرتوش صافي وكنكب علي هذا الفول هذا غادي نكب عليه وغادي نمرق وغا نرده اي طيب ما كانش حرمحت شي حاجة كان نكب علي هذا كان حرك كان مرق وكان نرده اي طيب ونجدها طيب في الطنجرة في الكوكوت ويكون أحسن لديها ألد طيب فيها ألد لا أمريك طيب فيها ولكن عندما بدأت صفر نقصها على المهل وينيد فيها ألد ويقوم بطيب فيها أمريك بل أني تغذي لديها محيرًا لأنه نجره الأمريك من أن هذا المنظرة يسلق نجدها الشرمولة المهم انا لانا ما كنسلقوش عاد كنديلو الشرمولة انا كنطيبو مع الشرمولة نيشن يعني ديريكت ما كنحتاش نسلقو اقول زمان ما عندي علاش هنسلقو ونكب داك الماء خلي هي طيب مع الشرمولة ديالو احسن وكل واحد راي ديالو اللي بغي يسلقو ويصفي داك الماء عادي عادي يديرو هنايا في الطنجرة كما يديرو الشرمولة ويشحر ديك الساعة كتشحر الشرمولة مالي كتسلقوها لكساعة اهRepاره الشرمولة أحد شوية عاد كديره هو كتحر بازان معها وكترويو علي حد شوية ديالو مائي شوية وكتخليوها باش ديك الشرمولة كتدخول فيه في الداخل أما هذه الطريقة سهلة 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 نضيف القياس لن تحرق ونضيف نضيف الزيت 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 نضيف ثم نضيف زيت ونضيف الزيت 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 ونضيف الده القزبور ترجع ترجع الزيت والمعدنس يجب أن تحرق الفول ونحرقه ونكب عليه الماء المهم هو مغطي الفول يجب أن يقلل الفول لا تحرقه يجب أن تحرقه يجب أن يبقى بالمعلقة يجب أن تحرقه يجب أن يغارفه يجب أن تحرقه مننتجه من المترجم سوف تجده سوف تتكلم يجب أنه يدوره كما قلت لكم في الوقت ولكن هو صحي وزوين صراحة في الماكلة نتمنى أن ترجع له ومن نسبة للناس الزمان كانوا يديروا هذه الأكلة في أيام ديال الشتال أيام ديال البرد ولكن أنا فيما كتر شاق لي صراحة كنديروا ما عنديش له الوقت ومهم كي يعجبنا بطار لدراري لكل شيء كما قلت لكم قبل هذا الطريق يجب وكم كامون والناس اللي يتمكنون من خارج يجب دواء فهم ينفع فلو خافتوا ويقومون تقديروه في مجمد قضية المجمد سمعتها في الراديو سمعت واحد الأخت في الراديو وقالت بأنه يديره في المجمد لكي تسويس لا يتحبس بالمجمد لا هو ولا العدس البلدية ولا القطاني كاملة كاملة يديرها في المجمد لكي تسويس عادة يبدأ تحبس المهم هذه غير معلومة بغيت نعطيها لكم ومعرفة ما صراحة هو الصحية ولم يمشي الصحية القضية المجمد الله أعلم المهم هذه نسمعتها في الراديو ونشاركها معكم ومهم الفل لأنه هذا الفل الميدميس المغربة وهذا يجيون لكي يجيون زوين غير جربوه وعودوا ترجعوا لي هل أشحل ينساوه نتمنى تجربوه وإلا جربتوه تاكلوه بالصحة والراحة إن شاء الله يا ربي وخليتلكم الراحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر